السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء طلاب الصف العاشر جيم لمادة التربية الإسلامية في الحصة السابقة قمنا بإنهاء الوحدة الخامسة وهي بعنوان الفقه الإسلامي من خلال درس الوصيل في هذه الحصة بإذن الله تعالى نبدأ وحدة جديدة وهي الوحدة السادسة من خلال الدرس الأول وهو بعنوان مكانة المرأة في الإسلام فالإسلام عظم مكانة المرأة في المجتمع أو أعطاها المكانة التي تستحقها من خلال هذه الحصة سنقوم بشرح الدرس بتفاصيله بإذن الله تعالى نداء لكل نساء العالم لم يوجد دين أو قانون أعطى المرأة من التكريم والاحترام كما أعطاها الإسلام كرم الإسلام المرأة وحررها من العبودية للرجل وحررها كذلك من أن تكون سلعة رخيصة لا شرف لها ولا احترام أخوات النساء من مظاهر احترام الإسلام للمرأة ما يلي أعطى الإسلام المرأة حقها من الميراث في قسمة عادلة كريمة ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في شؤون كثيرة مختلفة أعطى الإسلام المرأة حرية اختيار الزوج جعل الإسلام على المرأة جزءا كبيرا من المسؤولية في تربية الأبناء أبقى الإسلام للمرأة اسمها وشرف انتسابها لأبيها أوجب الإسلام على الرجل رعاية المرأة والإنفاق عليها أكد الإسلام على شرف وفضل خدمة المرأة الضعيفة التي ليس لها أحد مظاهر احترام الإسلام للمرأة كثيرة منها أنه أعطى المرأة حقها من الميراث في قسمة عادلة كريمة حيث تتساوى المرأة مع الرجل في مواضع وتزيد عنه في مواضع كثيرة ويختلف نصيبها عنه في مواضع بحسب قرابتها وتكاليف النفقة المناطة بها من مظاهر احترام الإسلام للمرأة أنه ساوى بين الرجل والمرأة في شؤون كثيرة مختلفة ومن ذلك جميع التعاملات المالية حتى قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال من مظاهر احترام الإسلام للمرأة أيضا أنه أعطى المرأة حرية اختيار الزوج قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت من مظاهر احترام الإسلام للمرأة أنه جعل عليها جزءا كبيرا من المسؤولية في تربية الأبناء قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها من مظاهر احترام الإسلام للمرأة أن الإسلام أبقى للمرأة اسمها وشرف انتسابها لأبيها فلا تتغير نسبتها بعد الزواج بل تبقى منتسبة لأبيها وعائلتها من مظاهر احترام الإسلام للمرأة أنه أوجب على الرجل رعايتها والإنفاق عليها بدون منه إن كانت ممن تجب نفقته كالزوجة والأم والبنت أكد الإسلام على شرف وفضل خدمة المرأة الضعيفة التي ليس لها أحد ولو لم تكن من الأقارب ورغب في السعي على خدمتها وجعل ذلك من أفضل الأعمال عند الله فقال صلى الله عليه وسلم السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر المرأة أم وزوجة وبنت يهتم الإسلام بكل النساء احتراما لهن ولكن هناك نساء أكد الإسلام على العناية بهن أكد الإسلام على العناية بالأم فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك أعطى الإسلام مزيدا من العناية بالبنت فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهم وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أيماله كن له حجابا من النار يوم القيامة اهتم الإسلام بالزوجة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الوحدة السادسة والأخيرة في كتاب التربية الإسلامية بعنوان الفكر والأخلاق والسلوك الأهداف العامة لهذه الوحدة أولاً بيان مكانة المرأة في الإسلام ثانياً الاعتزاز بالدين والوطن والمجتمع ثالثاً الحرص على الوحدة والسلم المجتمعي رابعاً الالتزام بالحواء سلوكاً ومنهجاً ننتقل إلى الدرس الأول في هذه الوحدة وهو درس السابع عشر في الكتاب درس الأول في الوحدة السادسة لعنوان مكانة المرأة في الإسلام الأهداف المتوقعة من خلال هذا الدرس أولاً بيان مكانة المرأة في الإسلام ثانياً التعرف إلى قيمة المرأة ودورها في تقدم المجتمعات وتطورها ثالثاً الاستدلال على وجوب مشاركة المرأة الرجلة في بناء المجتمع رابعاً ذكر لماذج لنساء مسلمات خلدهن التاريخ عندما جاء الإسلام من خلال خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم كانت المرأة قبل الإسلام في مكان من التهميش والقهر والمنع من المشاركة في ميادين الحياة المختلفة إلا أن الإسلام عندما جاء فقد عزز من مكانة المرأة فجعلها تشارك الرجل الحياة وميادين الحياة المختلفة ضمن أمور محددة في جميع أمور الحياة الحضارية والعلمية والاقتصادية والثقافية وبالتالي مكانت المرأة ودورها في أي مجتمع إنسانهما معيار تحضر وتخلف فإذا كانت المرأة مكرمة ومعززة في هذا المجتمع وتشارك الرجل وتعمل معه جنباً إلى جنب في ميادين الحياة المختلفة وتساهم في تطوير المجتمع فإن ذلك المجتمع متحضر ومتقدم والعكس صحيح فإذا كانت المرأة مهانة ومضطهدة تعاني من التهميش والقهر وتبنى من المشاركة في ميادين الحياة المختلفة كما كانت المرأة في الجاهلية فإن ذلك يعكس مستوى التخلف في هذا المجتمع نذهب إلى الموضوع الأول في هذا الدرس وهو بعنوان نظرة الإسلام للمرأة فنظرة الإسلام للمرأة ليست مجرد رفع من قدرها أو منحها حقوقها فحسب بل إعادة المرأة إلى مكانتها الصحيحة في الحياة التي فقدتها أو قد تفقدها في ممارسات المجتمعات الإنسانية التي ابتعدت عن أساس الفطرة والتعاليم الربانية في الخطاب القرآني يساوي مهم جدا هنا يساوي بين الرجل والمرأة في التكريم وذلك مزداقا لقوله تعالى في سورة الإسراء الآية سبعون ولقد قيرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ويساوي بينهما أيضا في التكليف بالإمام بالله والعمل الصالح وعمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية لقوله تعالى في سورة البقرة الآية الثلاثون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعن في الأرض خليفة وكذلك الإسلام يساوي بينهما في حق الحياة وحرمة المس بها لقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ويساوي بينهما في كل التكاليف التي جاء بها الإسلام كتشريع إلا ما خففه عن المرأة بحكم طبيعتها ويساوي بينهما في قدرة على القيام بأعباء بناء المجتمعات والحضارات فالمرأة في نظر الإسلام ليست مخلوقا ثانويا بل هي اللبنة الأولى لبناء الأسر والمجتمعات والحضارات فهذه المكانة التي تستحقها المرأة والتي قدرها وعززها وأعطاها هذه المكانة الحقيقية من خلال الدين الإسلامي كيف كانت المرأة تعامل قبل الإسلام قلنا بأن المرأة قبل الإسلام كانت سلعة تباع وتشترى وشاركتها في أمور الحياة كانت غير موجودة وبالتالي الإسلام عزز وأعطى المرأة المكانة التي تستحقها مكانة المرأة في الإسلام الموضوع الثاني الذي نتحدث عنه في هذا الدرس كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذج المثالي لإعطاء المرأة قيمة قدرها فكانت النساء في عدي صلى الله عليه وسلم أمثلة حية على المكانة المربوقة لهن في الإسلام وانطلاقا لفهمهن الخطاب القرآني الذي ساوى بينهن وبين الرجال بالتكريم والتكليف فكنا أولا من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وسبق ضهن الرجال وقد حفظ النبي صلى الله عليه بخديجة فضلها عليه وعلى الإسلام فقال والله لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وآتوني إذ رفضني الناس وآوتني إذ رفضني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ثانيا من أوائل من استشهد في سبيل الله وهذه سمية أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنهم أجمعين أول شهيدة في الإسلام ثالثا شاركنا الرجال في كل المواقف لا يسبقهن أحد إلى البذل والعطاء ولا يتفوق عليهن أحد في الإقبال على التعلم والتعليم والتفقل في الدين ولا يمنعهن عن ذلك ما نقالت عائشة رضي الله عنها في حق نساء الأنصار نعم النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين الموضوع الثالث في هذا الدرس بعنوان مشاركة المرأة في بناء المجتمع مشاركة المرأة في بناء المجتمع وكما قلنا سابقا بأن مشاركة المرأة للرجل في بناء المجتمع يقف عاملا أساسيا في تقدم وتطور هذا المجتمع وتخلفها على قدر المساواة مع الرجل في نظر الإسلام ضروري يقع على عادقها مشاركة الرجل لتمكينها من جميع أمور الحياة ومن ذلك أولا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء ويشمل المشاركة في ميادين الحياة ثانيا قال تعالى وأمرهم شورى بينهم والخطاب هنا عام يشمل الرجال والنساء دون تفريق فالشورى من أساس الحكم في الإسلام والعمل بمقتضاها وعلى هذا جرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد باعته النساء كما بايعه الرجال ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال وفيه أن المساواة هي الأصل في الحياة العامة في القيمة الإنسانية والحقوق الاجتماعية والمسؤولية والجزاء وبالتالي مشاركة المرأة الرجل في كافة أمور الحياة أكدت عليها آيات القرآن الكريم وحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من النماذج النسوية لمشاركة المرأة في المجتمع نماذج لنساء مسلمات خلدهن التاريخ أخرجت الحضارة الإسلامية المرأة العالمة والمفتية والقاضية والمثقفة والكاتبة والشاعر وكثيرات من سبقنا الرجال في ميادين البر والخير ونفع الإنسانية وفي تلك النساء أولا الخنساء الخنساء هي تماضر بنت عمر السلمية صحابية وشاعرة اشتهرت برثاء أخويها صخر ومعاوية قدمت أبنائها الأربع شهداء في معركة القادسية توفيت سنة 24 للهجرة فالخنساء هي شاعرة وهنا الفرق في نموذج الخنساء قبل الإسلام وبعد الإسلام قبل الإسلام عندما قتل أخوها صخر في إحدى المعارك كانت ترفيه شعرا حتى قالت أعيني جودا ولا تجودا ألا تبكياني لصخر الندى وفقدت النظر من خلال مكائها على قياة صخر ولكن عندما دخلت في الإسلام وفقدت أبنائها الأربع شهداء في معركة القادسية صبرت واحتسبت أبنائها شهداء عند الله تعالى ثانيا لبناء القرطبية نحوية وشاعرة وعالمة في الرياضيات عاشت في زمن الخليفة الأموي الخليفة الحكم المستنصر بالله وكان لها الفضل في إنشاء مكتبة الخليفة أكر الشهيرة في قصر الزهراء في قرطبا وعينت مديرة لها وكانت مهمتها ترجمة الكتب وتدوينها وكانت لا تكتفي بالتدوين بل تضيف أذكارها وحلولها المبتكرة لمسائل الرياضيات توفيت سنة 374 هجر النموذج الثالث وهو أمة الواحد ستيتة البغدادية وهي عالمة وفقيها ومفتية وحدثة وبارعة في الرياضيات تركت لنا مجموعة من المسائل الرياضية المستعصية وحلولها المبتكرة كان يلجأ إليها إقضاء في حل المسائل المستعصية وفيت في بغداد سنة 377 إلى الهجرة ننتقل الآن إلى حل أسئلة التخويم السؤال الأول أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي ثم أنقل الإجابة إلى دخول نظرة الإسلام للمرأة كانت نظرة دونية أي عبارة خاطئة لأن الإسلام عزز من مكانة المرأة المرأة في نظر الإسلام اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات حفظ الرسول عليه الصلاة والسلام بعائشة فقال والله لقد آمنت بي حين كفر ربي الناس وآوتني إذ رفضني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس هذه عبارة خاطئة لأن هنا الخطأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم يخص خديجة وليست عائشة كان يلجأ القضاء في حل المسائل المفتاصية للبناء القرطبية هذه عبارة خاطئة قول الرسول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال دليل على المساواة في القيمة الإنسانية والحقوق الاجتماعية والمسؤولية والجزاء عبارة صحيحة السؤال الثاني بعض النساء في الإسلام سبقنا بعض الرجال في ميادين الخير والبر أين تلمح ذلك في الدرس الإجابة صفحة مية واثنين أولا الخنساء ثانيا لبناء القرطبية ثالثا أمة الواحد ستيتة المغدادية السؤال الثالث أكتب الأدلة التي تبين حق المرأة في مشاركة الرجل في مختلف مجالات الحياة أولا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء وبعضهم يأمرون بمعروف أنهون عن المنكر ثانيا قوله تعالى وأمرهم شغر بينهم ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء الشقائق الرجال السؤال الرابع والأخير أذكر نموذجين لنساء مسلمات خلدهن التاريخ هنا نموذج الخنساء كيف كانت قبل الإسلام وبعد الإسلام وأيضا نموذج لبناء القرطبية وأمة الواحد ستيتة البغداد ترجمة نانسي قنقر